تقول يعني بالنسبة لي قول هل يجوز أقول اللهم صلي على محمد عدد كل طرفة عين و عدد كل تردد نفس أظن قالت هكذا إلى يوم القيامة و سبحان الله عدد علم الله و وزن حلمه إلى آخر ما ذكرت أختي أمة الله بارك الله فيك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين و عبادة و قربة و مظهر من مظاهر الإيمان و أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا اللي علمها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما علمهم مثلا أن يقول اللهم صلي على محمد عدد كذا و عدد كذا و عدد كذا فلذلك لو تلتزي من هذه الصيغة أفضل كذلك مسألة سبحان الله عدد علم الله وزن حلمه طيب هل حلم الله له وزن مثلا ومن أين أتيت بهذه العبارة طيب فيه دعاء مشروع يا أخت الفاضلة وذكر مشروع سبحان الله وبحمده عدد خلق سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مدادة كلمات أعتقد هذا هو المشروع فأنا أشوف لك يا أخت الفاضلة أنك تلتزمين هذه الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار الواردة المشروعة المعروفة بارك الله فيك وات تبتعدين عن السجع وعن تنميق الدعاء وتزويقه واختيار العبارات فيها شيء ما في أفضل من الأشياء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر